أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أنها لم تتلقى اي اتصال من تنظيم داعش المتطرف الذي يحتجز اثنين من رعاياها بعد انقضاء مهلة 72 ساعة التي حددها تنظيمه لدفع فدية مقدرة بـ 200 مليون دولار لقاء الإفراج عنهما وبث التلفزيون العام الياباني اتصالا من متحدث مفترض باسم داعش قال فيه إن بيانا سيصدر في وقت لاحق حول هذا الموضوع